منزلي في لندن مفتوح محمد صلاح يعرض مساعدة كيندا علوش لعلاجها من السرطان حركة تضامن واسعة السوشيال ميديا مع كيندا علوش أهلا بكم في قناة منوعات بوتة لأخبار الفن والفنانين والمشاهير وأحدث ترندات على السوشيال ميديا يشرفني اشتراكك في القناة بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل الفنانة السورية كيندا علوش لا تزال تغضع حتى الآن للعلاج الكيموي الإشعاعي ضمن رحلة علاج طويلة كشفت كيندا علوش عن تلقيها الدعم من نجم المنتخب المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد إصابتها بمرض سرطان السادي حيث روت تفاصيل المكالمات التليفونية التي جرت بينه وبين زوجها الفنان عمر يوسف بعدما علم صلاح بمرض كيندا من بعض الأصدقاء المشتركين وقالت كيندا أثناء لقاءها مع الإعلامية المصرية مونة الشازلي جاء اتصال تليفوني لزوجي ولقيته بيقول أنت حبيبي يا محمد آه كيندا كويسة ولقيته متحمس قوي وأنا كنت مع ليال فكنت مش رامي ويدني قوي فبعد ما فصل التليفون بقوله مين يا حبيبي قال لي محمد صلاح قلت له محمد صلاح مو صلاح قال لي آه أعرف من أصدقاء مشتركين أنك تعبانا جاب نمريتي وكلمني وأضافت كيندا محمد صلاح قال لي زوجي أنا سمعت ومهنش علي وعايز أقول أن بيتي موجود عايزين تيجو تكشفه في لندن أو عايزين تبعتولي الورق وأنا أخده أعرضه على دكاترة هنا فأنا على استعداد لأي شيء لذلك أنا قلت لزوجي يا عمر أني مش مصدقة أن ده يحصل خاصة أنه لم يكن هناك سابق معرفة بيننا وبين محمد صلاح ومحمد صلاح شخص متواضع جدا وبسيط بشكل كبير وتبعت كيندا قالت أنه بعدها بفترة لقت عمر يوسف بيتحدث في التليفون بنفس الحماس ونادى علي وقال لي محمد صلاح لأجده يقول لي طمينيني قلت له أنا كويسة قوي كويسة جدا مبسوطة أني بسمع صوتك هو تفاجئ لما سمع صوتي وقال لي ليك يا عيلة وبيت لو احتاجتي أي شيء وطمينيني وعايز أتطمن عليك ده إذا سمحت قلت له أنت عارف مع ازتك عندنا قد إيه ويذكر أن الفنانة السورية كند علوش لا تزال تغضع للآن للعلاج الكيموي الإشعاعي ضمن رحلة علاج طويلة وسط حالة من تضامن واسعة لقتها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي منذ أعلانها خبر إصابتها بالسرطان ربنا يشفيها ويعفيها يا رب